هذا كان يوم متوتر للغاية على الجبهة الشمالية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية كان هناك بالفعل ربما آخر حدث حتى الآن كان عصر اليوم بعد دخول ثلاث مسيرات من لبنان إلى الأجواء الإسرائيلية تمكنت إسرائيل من إسقاط مسيرة واحدة ومسيرتان كانت قد وقعتا في مكان ما في منطقة الجليل يبدو بأن هناك كان إصابات فهمنا من بيان من مستشفى رنبم في حيفا بأنه بعد هذا الحدث كان هناك ثلاثة إصابات وصلت إلى المستشفى لم يصرح أن وضع هذه الإصابات حتى الآن ولكن اليوم فعلا كان متوترا كان إطلاق قذائف هاون على منطقة عرب العرام شيعة في أقصى الشمال الغربي في الجليل الغربي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بالإضافة إلى عدد من الصواريخ المضادة للدروع في منطقة الجليل الأعلى وهو محاذي للقطاع الأوسط للحدود الإسرائيلية اللبنانية يأتي هذا التصعيد قبيل لخطاب مفترض أن يكون غدا للأمين العام لحزب الله لا نعلم إذا كان هذا التصعيد مرتبط بهذا الخطاب ولكن رأينا أكثر من مرة بأن التصعيد على الجبهة الشمالية بالعادة يكون مرتبطا بأحداث تحدث في قطاع غزة أو تصريحات إسرائيلية مثلا قبل الدخول البري إلى قطاع غزة كان هناك ثلاثة أيام هادئة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية ومع الدخول البري جاء تصعيد آخر على الجبهة الشمالية أيضا قبل خطاب الأمين العام لحزب الله الأسبوع الماضي كان أيضا يوما متوترا جدا أطلقت خلاله الكثير من الصواريخ المضادة للدروع دفعة واحدة على مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية واليوم أيضا شهدنا هذا التصعيد المسيرات بالطبع هي جزء من هذه المعركة رأينا بأن اليوم لم تتمكن إسرائيل من اعتراض المسيرات الثلاثة اثنتين منهم سقطتا في منطقة الجليل ولكن يعني رأينا أيضا في هذه المعركة أيضا استخدام ليس اليوم ولكن في وقت سابق صاروخ بركان الذي أطلقه حزب الله والذي يحتوي على متفجرات نحو 100 كيلو جرام من المتفجرات في هذا الصاروخ وبالتالي في كل مرحلة نحن نرى استخدام العديد من الأسلحة في هذه المعركة على الحدود الشمالية تقول إسرائيل بأن المسيرات قد تكون من الأسهل اعتراضها والتعامل معها من صواريخ تحمل رؤوس متفجرة كبيرة مثل صاروخ بركان الذي استخدم مرة واحدة خلال هذه الحرب قبل نحو أسبوع ونصف يعني شاهدنا إطلاق هذا الصاروخ نحو موقع إسرائيلي وكان هناك انفجار كبير في هذا المكان على أي حال إسرائيل ما زالت حتى الآن تقول بأن الجبهة الشمالية هي جبهة ثانية ولكن اليوم يعني تعددت التصريحات الرسمية التي تعتبر بأن هذه الحرب التي تخوضها إسرائيل هي حرب متعددة الجبهات خاصة مع إطلاق مسيرتين بالأمس من سوريا نحو مناطق نحو إيلات في إسرائيل بمعنى أنه من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب هناك مسيرة الأولى التي أطلقت كانت قد وقعت وانفجرت في منطقة إيلات في منطقة مأهولة بعد ذلك سمح الجيش بالنشر بأنه كان هناك أيضا مسيرة أخرى انطلقت من سوريا إلى منطقة إيلات ونجحت إسرائيل باعتراضها بصاروخ باتريوت وهذا ما جعل الناطق العسكري الإسرائيلي الذي يتعامل مع الإعلام العربي إطلاق تصريح يقول فيه بأن رغم أن من أطلق هذه المسيرات هم جهات تتبع لإيران ولكننا نرى بنظام الأسد هو المسؤول عن كل ما يخرج من أراضيه نحو الأراضي الإسرائيلية بمعنى أن إسرائيل على كل حدث كهذا سترد في الأراضي السورية طبعا رأينا هذا الرد بالأمس كان هناك اغتيال مجموعة يبدو بأنها تابعة لحزب الله في سوريا وهذا اليوم رأينا بأن حزب الله نعى سبعة من عناصره كانوا قد هجموا من قبل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية إذن إسرائيل تعتبر هذه الجبهة الثانية يعني لو صنفناهم الجبهة الأولى هي قطاع غزة الجبهة الثانية تقول إسرائيل بأنها الجبهة الشمالية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وإسرائيل تتعامل معها بشكل جدي وتقول بأنها جبهة معقدة وبالفعل تعترف بأن هناك قوات كبيرة جدا متواجدة في الشمال بدلا من أن تكون في الجنوب بسبب هذه الأعمال الحربية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية شكرا جزيلا لك